أهلا بكم دعم الميليشيات أولوية لدى إيران هذا ما أكده المرشح لمنصب وزير الخارجية الإيرانية أمير عبداللهيان خلال جلسة النظر في أهليته بالبرلمان موضحا أنه سينتهج أسلوب قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في السياسة الخارجية الميليشيات أو الحلفاء كما وصفهم عبداللهيان من القضايا التي رفضت طهران إدراجها ضمن محاور المفاوضات النووية في فيينا خصوصا وأنها أذرع الفوضى لتحقيق الأطماع التوسعية الإيرانية ومد حبال أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة أما عن المفاوضات ذاتها فقد اعتبرها مرشح رئيسي للخارجية عبءا على الدبلوماسية رافضا الدخول في مفاوضات نووية جديدة ومع التعنت الإيراني يبدو أن الاتفاق النووي لعام 2015 يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو ما أكده المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت ميلي الذي انتقد افتقار طهران للجدية والالتزام مضيفا أن الولايات المتحدة بدأت تناقش مع الحلفاء الأوروبيين اللجوء إلى سلسلة من الإجراءات العقابية ضد طهران برنامج إيران النووي وسلوكها المزعزع لأمن المنطقة هو الملف الذي سيناقشه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس المقبل بينت تعهد أنه سيسعى خلال زيارته الأولى إلى واشنطن على إقناع بايدن بالتخلي عن خطته للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ومواجهة عدوانيتها ضد دول المنطقة فيما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية تقاريرا عن أن رئيس الوزراء سيحمل معه خطة أعدتها تل أبيب لتقويض البرنامج النووي الإيراني نظم إيرانيون معارضون مسيرة في العاصمة السويدية ستوكولم للمطالبة به من حاسبة قادة النظام الإيراني عن الجرائم ضد الإنسانية في العام 1988 تأتي هذه المظاهرات في الوقت الذي يحاكم فيه المسؤول الإيراني السابق حميد نوري أحد منفذي مجزرة 88 في محاكمة بدأت الثلاثة قبل الماضي أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وفات 684 شخصا بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وهو أعلى رقم معلن منذ بداي الجائحة تجاوزت حصيلة الوفاية جراء كورونا في إيران 102 ألف شخصا فيما سجلت الصحة الإيرانية أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بالجائحة قال اتحاد المصدرين النفط والغاز الإيراني إن طهران استأنفت تصدير البنزين وزيت الغاز إلى أفغانستان قبل بضعة أيام بعد أن تلقت طلبا من حركات طالبان وبحسب وكالة رواترز فقد بعثت طالبان برسائل إلى إيران تفيد بإمكانية مواصلة تصدير المنتجات البترولية كما خفضت الرسوم الجمهورية على واردات الوقود الإيرانية بنسبة تصل إلى 70% النقاش ينضم لنا من لندن القيادي في حزب التضامن الديمقراطي الحوازي السيد وجدان عفراوي سيد وجدان لأن المحاكمة والمظاهرات التي قام بها ناشطون في العاصمة السويدية ما تأثيراتها برأيك على محاسبة البقية ممن تسببوا بمجزرة العام 88 تحياتي لك ولمشاهديك الكرام أخي العزيز الفرح أولا لا ننسى بأن هذه المحاكمة تعد الأولى من نوعها أن يحاكم مسؤول في القضاء الإيراني خارج الحدود الإيرانية وشخص بمستوى نوري وهذا يعد إنجاز بالنسبة للحراك الموجود في الخارج والأطراف التي استطاعت أن تجلب نوري إلى السويد ليتم محاكمته الاحتجاجات لا شك أنها تضغط على المؤسسات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني وأيضا حتى الحكومة السويدية بأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار لأننا نعرف أن أحيانا أن العلاقات السياسية تؤثر في سير المحاكمات وهذه الاحتجاجات هي تعطي دافع قوي ودعم معنوي كبير للقضاء لمحاكمة رغم أن السويد معروفة أيضا بقضاءها النزيه لمحاكمة الأطراف وخاصة ممن هم مدانين بجرائم وهناك وثائق كبيرة وكثيرة ومؤثقة من قبل الأطراف التي قدمت هذه الوثائق للمحكمة لذلك هذه الاحتجادات هي حتى عامل ضغط نفسي على حميد نوري نفسه والذي كان يشتكي من هذه الاتظاهرات وهي تضغط عليه نفسيا أكثر أبقى معي سيد وجدان سأعود إليك سياسة التناقضات التي تتبعها إيران ربما أفادتها في الماضي ولكنها لم تعد مجدية باتت طهران توجه تهديدا بالمزيد من العقوبات الأمراكية والأوروبية نتابع ترجمة نانسي قنقر سيد وجدان روبرت مالي يقول بأنه ليس متأكدا من جدوى العودة إلى الاتفاق النووي أو إمكانياتها لأنه عدم توقيع الاتفاق حتى الآن يعني أن المفاوضات ستطول وبالتالي الجدوى منها ستكون منعدما ما رأيك؟ أولا ما تفضل بها وما صرح به روبرت مالي فيما يتعلق بموضوع المفاوضات النووية لا شك أنه هناك تبادل استخبارات ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الولايات المتحدة التي لديها استخبارات قوية تستطيع الحصول على معلومات من الداخل بما فيها إسرائيل وهي المتمكنة بشكل كبير مما يحصل في داخل إيران لذلك هناك بعض المعلومات تشير بأن الإيران بالفعل هي مصرعة على إنتاج اليورانيوم بنسبة 60% وأيضا تعدين اليورانيوم والاحتفاظ بأجهزة طرد مركزية متطورة كل هذه الأمور هي عوامل لإعاقة المفاوضات النووية ما بين إيران وأيضا الدول الخمسة زايد واحد على وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية ولهذا المعروف الولايات المتحدة سوف لن تقبل بأن إيران تقوم باستمرار بتطوير اليورانيوم وتقصيبه بهذه النسب العالية أو تعدين اليورانيوم أو حتى احتفاظ بأجهزة طرد مركزية متطورة وعلى هذا الأساس أنه روبرت مالي يجد بأن المفاوضات مع الجانب الإيراني هي لا جدوى لها ولا يمكن للولايات المتحدة الغبول بهذه المطالب وأيضا إيران سوف لن توافق على الولايات المتحدة الأمريكية بمفاوضات دون أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات لكن لا يبدو لك سيد وجدا الموقف الأمريكي متناقضا وغير واضح عندما يقول بأن هناك خيارات أخرى منها توقيع اتفاق جديد بخلاف الذي سينتهي في العام 2030 أو فرض عقوبات على طهران إذا لم يتمكن من العودة إلى الاتفاق الحالي فكيف سيتفاوض على اتفاق جديد؟ صحيح هي أحد التناغضات الأساسية في المفاوضات الجارية هي موضوع التناغضات والتصريحات المتباينة لدى المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية لكن لا شك أن إدارة بايدين رغم هذا التناغض الموجود لكنها مصر على موضوع وهو أن لا تمتلك إيران سلاح نووي وخاصة بعد ما حدث من خلال استهداف السفينة الإسرائيلية أنه أثبت بأنه بالفعل إيران هي عامل تهديد حقيقي لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك أنه إدارة بايدين هي بالفعل مصرة أن لا تمتلك إيران السلاح النووي ونحن نعرف تماما أنه من خلال تحمل إيران لكل هذه العقوبات يدل بأنه إيران هي بالفعل لديها نية الوصول إلى القنبلة النووية والسلاح النووي وهنا تكمن المشكلة الولايات المتحدة أيضا لديها هناك بعض الإجراءات يمكن أن تتخذها اتجاه إيران وأعتقد أنه سكوت إسرائيل وعدم الرد الإسرائيلي على إيران بعد استهداف السفينة الإسرائيلية الذي كان من المفترض أن تغوم إسرائيل وهي معروفة أيضا بردها السريع على الاحتداءات التي تطال مصالحها الاقتصادية أو أمنها أو مواطنيها لكن فيما يتعلق بمرسير سريت إسرائيل لم ترد بشكل مباشر على إيران وأعتقد هناك توافق إسرائيليا أمريكيا بأن إسرائيل لم ترد في الوقت الحاضر بغية متابعة موضوع الملف النووي سيكون الملف النووي محور المحادثات بين بينت وبيدن ربما الخميس لكن ألا يحتمل أن تغير إيران من رأيها وأن تردخ في النهاية لأنه مثل ما قالت سابقا من الخميني الخميني بأنه لن يكون هناك استيراد للقاحات كورونا لأن بعد تفاقم الوضع الصحي هناك في الداخل الإيراني هناك استيراد لفايزر وموديرنا مع أنه كان ممنوعا في السابق تغير صحيح هذا موضوع جدا مهم أخ أنفرح وأيضا هناك بعض المعلومات أو التصريحات التي تمت من بعض المسؤولين هناك قرف على الكلاباس ومسؤولين كبار في النظام الإيراني تحدثوا بأنه بالفعل الإيران لديها نية التفاوض وأيضا حتى التنازل عن بعض العقوبات المفروضة على بعض المسؤولين الإيراني لكن المشكلة تكمن في إيران نحن نعرف أنه نظام أيديولوجي منذ تأسيس وهو قام بقلاقل وأيضا إنشاء مجموعات إرهابية في دول المنطقة وإيران يريد الاحتفاظ بهذه المجموعات والميليشيات الموالية لإيران على أساس أيدولوجي وولاي للنظام الإيران إضافة لذلك الاحتفاظ بموضوع الصواريخ وهذا لا يمكن توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن أن توافق عليه الدول الغربية يعني إيران مستعدة تتنازل وهذا وفق بعض التسريبات التي تحصل إيران مستعدة حتى تقبل بموضوع العقوبات على بعض الشخصيات وأيضا الكيانات لكن موضوع تدخلات إيران في المنطقة وخاصة بعد حادث ميرسر سريت أيضا لا شك سيؤثر بشكل كبير على موضوع سير المفاوضات وأعتقد أن موضوع تدخلات إيران في المنطقة وموضوع الصواريخ ستكون أساسية شكرا جزيلا لك سيد وجدان عفراوي القيادة في حزب التضامن الديمقراطي الأحوازي كنت معنا من لندن